اه اه معايير زي ايه كنتنا في احد القنوات مع عزيزك وصديقك اهاب صالح ابتكرنا فكرة ان احنا نعمل الدور الافتراضي ان احنا نقعد كل ماتش نحسب الحاجات اللي اتحسبت ولماتحسبتش ايه ونقول لو الحاجات كل واحد خد حقه هل تظل النتيجة على وضعها ولا تتغير ايوا فالموقع ده عمل لك نفسك قصر قال لك ده ايه ماتشين بس ده النادي الاهلي كسب المبرأة بس كان عليه ضربة جزاء ما تحسبتش ورمي التماس قدت ايه لحراز هدف كان مفروض تبقى فيها فير بلاي ما مش عارف ايه يبقى بالمعيار الافتراضي يبقى الطرف اللي بيلعب الاهلي هو الكسبة هو معيار افتراضي ده معيارك التحور الكساب ده مش معيار التحدي خلاص الزمالك بطل قرن ويروح ياخد اللقب وياخد الجايزة من الموقع بس ويعيش بيا ويبقى سعيد ليه لا مش ده موقع ده موقع فيفا البلد او فيفا المحطة مش فيفا زيوريخ اشتركوا في القناة